بما ان احنا بنتكلم عن الحدود والخصوصيات فهقولك على حقيقة على وجه اليقين في الفارق ما بين التطفل والاهتمام التطفل واحد مهتم بالمعلومة الاهتمام واحد مهتم بالشخص وبيفرقوا العلمة في ابحثهم في الفضول يقولك الفضول ده نوعين فضول الاهتمام ان انا عندي فضول اطمن عليك وفضول الحرمان ان انا حاسس بالحرمان ان فيه معلومة غايبة عني فجسمي بيكلني فعايز اعرفها فمهتم بالمعلومة مش مهتم بيك انت ويلفت نظرك بصيرة الامام النووي العالم الكبير وهو بيقلف كتاب الاربعين النووية حط فيه اربعين حديث بيقول ده خلاصة الاسلام الحديث رقم 12 يعني في اوائل الاحاديث قال صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه وده هيخليك تفسر الفارق وبالمناسبة الحديث ده بيقولوا عليه ربع الاسلام ربع اخلاء الاسلام في تركك ما لا يعنيه وده يخليك بعين البصيرة كده تعرف تفرق ما بين سؤال المتطفل وسؤال المهتم سؤال المهتم الاجابة اللي هيخدها هينبني عليها نفع للمسؤول اللي قال المعلومة لانه تسأل فقال معلومة طب وبعدين هل هتعمل حاجة تنفعه؟ يبقى انت كده مهتم لكن سؤال المتطفل لما ياخد الاجابة من الشخص صاحب الموضوع هو اللي بينتفع بيشفي حاجة معينة بيتطمن على حاجة معينة بيحدد حاجة معينة بيرتب طلب معين علشان كده لما واحد دخل على سيدنا عبدالله ابن عمر فيقولك ايه دخل رجل يعني مش صاحبه دخل رجل على عبدالله ابن عمر فوجده يخصف نعله بيخد جزمته فقال هل اشتريت حذاء جديدا وتركت هذا فبصره كده قال نعلي جاء بك الها هنا اقبل على حاجتك احنا مش صاحبه عشان تقول لي وانت دي ما بتشتريش جزمة جديدة مش الانسب حتى تبقى ليقل هذا جاي من بعيد قوي بيتكلم في حاجة لا تعاني خد بقى الموضوع ده كده وخش بيه على علاقاتنا مع بعض ركز قوي قوي وانت بتسأل اللي قدامك هيبقى مستريح وهو بيقولك المعلومة دي ولا لا فسؤال انت بتقبط كام انت بتسأل ليه ايه الشيء اللي جواك هيبقى هينبني عليه عمل ينفع المسؤول طب لما بتنزيله السوبر ماركت بتدفعه كم في الشهر طب الشبكة والمهر اللي انت دفعتهم طب انت عشان تسأل واحد السؤال ده اولا لازم يكون صاحبك جدا جدا فيشعر بقى ريحية وهو بيتكلم على ارقام مالية ممكن ما تبقاش قليلة على الاقل بالنسباله هو هو بيدفعها ثانيا تكون انت ناوي تخطب مثلا خلال الاسبوعين اللي جايين عايز تعرف السوق في ايه والناس بتقول ايه بما ان صاحبك عنده خبرة في نفس المرحلة الزمنية لكن كم الاسئلة طب انت جوزك بيديك المصروف قد ايه طب انتو مش هتخلفوا ولا ايه الحكاية كل الاسئلة دي بتضع المسؤول في حالة حرج فاما يقول المعلومة فيبقى منزعك جدا انه قالها ويبدأ بعد كده يحصل بينكم عكارة كده في العلاقة ويبدأ يفكر هو انت خدت المعلومة دي ليه وتبقى مشكلة لو انت قلت المعلومة دي في قعدة تانية وهو عارف بص فساد للعلاقات بسبب التطفل او يقولك حاجة هتديقك يقولك انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده وعلى فكرة شخص اللي بيتسئل عن حاجة في خصوصياته لازم يتمر ان يقول اللي قدامه طب قولي انت بتسألني ليه عشان اقدر افيدك او انا مش قادر اتكلم في الموضوع ده دلوقتي او هشوف وارجعلك وانت ما تزعلش لو سمعتك كلمتين دول في رد صاحبك لان السؤال ما كانش في وقته فظهر في صورة التطفل وليس في صورة الاهتمام عشان كده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تحسسوا ولا تجسسوا يعني ايه تحسسوا يعني تطلب معلومة تتحسس كده عشانك انت اما التجسس فتطلب معلومة حد بعدك تتجسس شان تنقلها فالتجسس معلومة للغير والتحسس معلومة للنفس فيا صديقي الفارق ما بين التطفل وما بين الاهتمام هو الاهتمام بالمعلومة ولا الاهتمام بالشخص اخد هكده خلي الامور بسيطة بينك وبين الناس وارحل من الشتات الى اليقين